موسيقى حالات منع الاسم من الصرف لو حكينا بدنا نعرف الحالات اللي بتخلي الاسم عندي شو ماله ينمنع من الصرف الحالات اللي بتخلي الاسم عندي ينمنع من الصرف عنا الى الان اربع حالات اخذنا فيهم مزبوط اللي هو المؤنث تأنيث لفظ او معنوي مزبوط هاي وحدة منهم كانت قلنا يا مؤنث تأنيث لفظ او معنوي او بزيد حروفه عن ثلاث علم اعجمي سمناه حروفه فوق ثلاث صح هتقول لي صحيح ثلاث مركب تركيب مسجي ها تركيب مسجي اربعة اللي هي اخر واحدة اللي هي عوزن الفعل والخامسة اللي هي بنته بالالف والن تمام وتقول لي التمام شوفوا معاي هاي الحالة حلوة بدي ألاقي اسم بنته بالف ونون طالح اسم مختوما بالف ونون شمالهم زائدتين بعد ثلاث حروف يعني بدي ألاقي ثلاث أحرف بعديهم الف ونون ثلاث أحرف بعديهم مين الف ونون زي كلمة مثلا سلمان هاي ثلاث حروف اثنين ثلاث شو بعديهم ألف ونون زي نعمان هاي ثلاث حروف بعديهم ألف ونون متفقين متفقين هاي اسماء ممنوعة من مين من الصرف مثل قراتوا كتابا نتحدث عن خلفاء بني أمية معاوي ويزيد ومروان هاي مر وألف ونون فهاي عندي ثلاث حروف وشو معهم ألف ونون صعبة تقول لي لا فهاي اسماء ممنوعة من الصرف يا شباب ويا صبايا والسبب منعها انه اسم مختوم بألف ونون زائدتين بعد ثلاثة أحرف هاي الحال اللازم تحفظها كذلك الأمر معاوية بن أبي سفيان هاي واحد اتنين ثلاثة معهم ألف ونون مزبطت برضو هدا إيش ممنوع من الصرف يا شباب ويا صبايا والحالة تعتو انه ممنوع من الصرف انه مختوما بألف ونون زائدتين بعد ثلاث حروف هاي مهمة جدا أستاذ طب أربعة لا أنا بحكي لك ثلاث يعني تقول لي مثلا صولجان أقول لك لا هاي أربعة حروف يا روحي ما بدي شغل فيها متفقين وني متفقين هاي هاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر